السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعليق مفاجئ من وزارة الشباب والرياضة على أزمة وقف قيد لعبي الزمالك هذه الأزمة الموجودة على الساحة الآن بسبب رفض اتحاد القرى تسجيل لعبي الزمالك في قائمة الفريق بسبب وجود مديونية على الزمالك لاتحاد القرى المصري علق محمد الشازلي المتحدث بسبب وزارة الشباب والرياضة على أزمة منع الزمالك من قيد لعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية هذه الأزمة الموجودة على الساحة الآن بسبب رفض اتحاد القرى تسجيل لعبي الزمالك الرجل وفي تصريحاته أكد أنهم دعمين للزمالك والاتحاد القرى المصري وأن مسألة قيد الزمالك للعبي تأخرت والأمر كان لابد أن يكون مبكرا بحيث لو ظهرت أزمات يتم حلها وأكد أن نظام القيد نظام عالمي ولن نستطيع التدخل فيه وأي طرف متضرر عليه لجول الالتحاد الدولي لقرة القدم ودرجات التقاضي مكفولة وشدد على أن الوزارة ليس لها أي تدخل في هذا الأمر كما أنه يرى أن الموضوع ليس عند كما يتحدث البعض وإنما حدث كان تأخير مبالغ فيه من قبل نادي الزمالك في تسجيل لعبي وتم حديثه قائلا أن وزارة الشباب ورياضة الآن تساعد الإنشاء لجنة جديدة في اتحاد القرى المصري تختص في الأخلاق والقيم ترجمة نانسي قنقر